السلام عليكم إذا كنت مهتم بالتجارة سواء داخل جزائر ولا خارج جزائر من أكبر المشاكل اللي راح تواجهها اللي هي كيفاش تلقى منتج مطلوب في سوق معينة ولا كيما نقول وحنا المنتج الرابح لهذا وش رأيكم اليوم انمدلكم واحد من منصة واسمها مينيا المنصة هدية يا خوتي راح تنحي لك هذا تعبك كل يعني هي اللي راح تلقى لك المنتج المربح وفي أي منطقة انت حابها بينسير وان بليس راح تلقى لك المنافسين اللي قاعدين يسوقوا في نفس المنتج داعك وراح تمكنك من التجسس عليهم وهنا المنصة راح تمكنك من أنك تشوف الحاملات الإعلانية تهاد المنافسين على أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي من الآخر راح تخليك تشوف الفيديوهات والصور اللي استعملوها في الإعلان أيضا راح تشوف المناطق الجغرافية الأعمار والجنس اللي قاعدين يستهدفوا فيه وبلا ما ننسى وأيضا بلي راح تشوف الكلمات المفتاحية من الآخر بلا ما نطولوا نروحوا مباشرة إلى الجزء الثاني من هذا الفيديو ونشوفوا خطوة بخطوة كيفاش تخدم هذه المنصة باش تسجل على منصة 8 راح نخليلكم واحد الرابط أسفل هذا الفيديو كي تكليك عليه راح يجيبك لهذه الواجهة هنا راح تحط لإيميل تاعك الكلمة السرية وتحط اسمك الكامل من بعد دير create account مي قبل ما نروحوا إلى حسابي راح نجيو لهنا هنا لما تضغط على star for zero dollar راح يعطيك فكرة مبدئية على وش كاين في هذه المنصة مثلا هنا راح يعطيك مجموعة من المنتجات الرابحة نديروا سيدي هذا المنتج نكليكيو عليه هنا راح يقول لك بلي مثلا المنتج هدايا راحوا الحاملات الإعلانية تاعه في المريكان وراهوا اكتيف ويعطيك هنا الـ audience age يعني الأعمار تاع الناس يستهتفوهم ما بين 40 و 50 سنة ويعطيك أيضا بلي السكس تاع ولا الجنس تاهادو الـ audience ولا هذا traffic راهوا مال ولا راهوا دكر مي كي تجي تكليك على see more وتحب تقرعش أكتر على هذه الأس ما يخليكش يقول لك لازم تدخل ولا تفتح حساب على مينيا باش تستعمل كل مميزات مينيا لازم تشارك في أحد خططها المدفوعة دونك احنا راح ننزله هنا لتحت باش نشوف هذه الخطط أول حاجة راح تلقى light ولا الخطة المبدئية ومبعد عندك starter ومبعد عندك premium سينو في الخطة لو لا يقول لك بلي مينيا راح تعطيك 500 نقطة الحكاية عن نقاط هدية راح نحكيوا عليها كي ندخلوا الحساب الخاص مي بون النقاط هدوما راح تستعملها من مدة شهر في البحث على facebook ads ولا في snapchat لكن ما تقدرش تستعملها في التيك توك والبينترس والشوب اناليز أما في الخطة الثانية اللي هي starter وهي مشهورة حاليا يعطيك 10 ألف نقطة تقدر تبحث في هذا كل غير في التيك توك ads والبينترس والشوب اناليز أما فيما يخص آخر خطة اللي هي الـ premium اللي قريبة ستخلص عليها 100 أورو هنا يقول لك بالمينيا راح تعطيك 100 ألف نقطة وتقدر تشير شي بيها في وش تحب يعني من facebook ads وروح دولك نروحوا إلى حسابي الخاص على المنصة ونبدأوا نفهموا كل مميزاتها إذن هذه الوجهة اللي راح تبال لك لما تفتح حساب على مينيا ودولك نبدأوا بأول حاجة واللي بأول غموض راح نحكيوا عليه اللي هي حكاية النقاط ورح تلقوا النقاط هدوما راح تلقوهم هنا في البروفايل تاكم ومبعد جيوا هنا تلقوهم تحت اسم كريدت كما قاعدين تشوفوا باللي أنا حاليا عندي تصورة ربعين الف ومتين وخمصتاش نقطة وش راح يصر هنا كل ما نقوم ببحث في الاس ولا في الشوب ولا في البروداكت راح ينحيولي من هنا عشر نقاط على سبيل المثال كون نجيولي هنا الأفضل ولا الأشهر مئة برووداكت قاعدين يتباعوا على فيسبوك نكليكيوا عليها راح يبينولك هذو المنتجات اللي حقوا أكبر مبيعات على منصة الفيسبوك بينصير كيتختار أي منتج منهم مثلا هذا راح يعطيوك معلومات مش نورمال ديجا لكليك هذية اللي عملتها نقصولي عشر نقاط بصح كنديرو سيمور راح ينحيولي عشر نقاط بصح المعلومات تعلقص كاملة راح تكون عندي مثلا أول حاجة راح يقولك بلي الإعلان هذية ما زال راهو ماشي تاني حاجة راح يقولك وش هي اللغة الإعلان هذية من بعد مباشرة راح يعطيلك المتجر ورح يحددلكه سواء على شوبي فاي ولا على وكوميرس مثلا كما هذا الإعلان راهو متواجد على هذا المتجر وبالطبع هذا المتجر راهو تابع إلى منصة شوبي فاي نرجعو لهنا من بعد يقولك بلي هذا الإعلان عنده شهرين من يبدأ بصح أفضل نقطة راح تعجبك يحددلك جد جد التحديتات اللي صارت على هذا الإعلان مثلا يقولك بلي الأس هدايا ديروه في 20 أكتوبر وآخر مرة شيكاها ولا قامت المنصة بعمل تحديت لهذا الإعلان كانت ربعة جنفي يعني لحد ربعة جنفي كان هذا الإعلان ماشي على الكيف وما زال مينيا يعطيكم في كل الميزة جور ولا في كل التحديتات على هذا الإعلان من بعد راح نجيو لهنا هنا راح يبنو لك كيف حقق الإعلان هدايا من لايك ومن تعليقات وأيضا من بارتاج من بعد راح تقولك المنصة بلي هدا المنتج راه متواجدة لهذا الرابط كي تكليك عليه تقدر تشوف وش سيد هدا كيفاش حاط لي فوتو في المتجر تاو أيضا قده السعر اللي حاطو من بعد كي نرجعو هنا راح نجيو دركة له بال هدي هي الميزة اللي راح تخليك في ريمو يعني تخمم باش تولي دي ما ما بوني في هدا المنصة أول حاجة يعطيلك من وقتها بدأت هذا الأدس وكيفاش بداي يتطور كيما قاعدين نشوفوا باللي كرياوها كيما قلنا قبيلا في اللي فان أكتوبر ومن بعد بداي يطلع يعني الأدس هدايا راهو في المرحلة التصعودية لما ننزلوا شوية راح نلقوا المعلومات اللي نهار كامل نحن نكحلوا عليهم في الفيسبوك أدس أول حاجة راح تلقى البلدان هكا باش ما تخصدرها حتى منطقة جغرافية ما تسحقش البرودوكتاك من بعد راح تلقى الأعمار هنا يحدد لك الأعمار بالضبط يقولك مثلا هنا من العشر إلى العشرين راهم خمسة وخمسين بالمئة من الناس اللي قاعدين تشري في هذا البرودوكتاك بينصير هو يعمل تحليلات هنا مش راح يكونوا مالين العشر سنين اللي قاعدين يشريو مي تقدر تقول من طم منتاشر عشرين سنة من بعد هنا كل شي صحيح يعني من العشرين ثلاثين سنة هام قداه من ثلاثين رابعين هام قداه يعني راح ينحي لك هداك تكسار رأس كل من بعد راح يقول لك الجنس المستهدف كما هنا راح 50-50 يعني خمسين بالمئة دوكور وخمسين بالمئة نساء لما ننزلوا شوية راح نشوف هديك الجوسة العظيمة لهنا يمينيا راح تمكنك من أنك تشوف أي منافس تخلي يسوق لهذا المنتج وأيضا كيفاش يسوق له كل ما تنزل تحت كل ما تلقى منافسين وكل ما تشوف الحوائج اللي ياخدموا بهم سواء دي فيديو ولا دي فوتو وان بلوس راح توريلك على أي منصة يديروا في هذه الإعلانات مثلا هنا تلقى على البينترس هداك على الفيسبوك والأخر على التيك توك وكيفاش يغيروا في العنوين هذه الوبسيون لن تلقى في أي لقطة وبالطبع كل ما تضغطوا على إعلام من هذه الإعلانات سيبانون لكم بنفس المعلومات اللي شفناهم في الأول مي كون نرجو إلى اللوحة الرئيسية مثلا أنا محاب ندخل في هذا سيباق تعمية من منتج الرابعة الفيسبوك مثلا أنا حاب نشوف منتج في منطقة أنا اللي نخيرها وش راح تدير راح ديما نجيو الات من بعد نكتب النوع النش اللي راح نخدم في مثلا نقول بيت هكا والحيوان الألفة هنا وش راح تدير هنا تقدر تفيلتري المنتج كما حاب مثلا أنا ديما نروح الميديا نخير الفيديو فورم يعني المنتج هدية على وهم تواجد سواء مثلا على شوبي فاي ولا وو كوميرس كما تحب مثلا جماعي تخدم في dropshipping ديما راح تخير شوبي فاي نقلي كيو عليها هنا تقدر تختار اللغة ندير انجلي ثم راح تلقى هنا تعال لايك والكومنت والشير أنا جام نجيو نخليها دائما مفتوحة هاي اللي تهمني بوك و بليس تعال تارجيتين اوديونس هنا راح تخير العمر أنا ديما من 18 44 45 45 الجنس ديما ذكر وانت بس احنا يختلف على المنتج اللي راح تخير مثلا حيوانة الاليفة راح يخص للنساء والرجال نقلي كيو هكا بعند رباك وهنا تخير البلد أنا البلدان اللي نخدم فيهم بوك و بليس يا أستراليا يا بريطانيا يا أمريكا نجيو هنا الولايات وهنا راح تلقي الإعلانات تعنيش وللمجال اللي خيرتيه وأيضا بالتصنيف اللي حاب أنت ومش هذا بركة أخوتي المنصة هدية فيها ياسر ديزوبسيون وانا مش نحاب فريمون نطول في هذا الفيديو لكن على سبيل المثال وعلى سبيل السرعة إذا حبيتي نقولوها تخير المنتج الرابح لهذا الأسبوع تكليك هنا راح يعطيلك المنتج اللي عام لحال هذا الأسبوع وتقدر تفيلتري هوسي كيف كيف تختار التاريخ اللي حاب أنت ومن هنا كيف عملنا قبيلة تختار نوع الإعلان إذا كان صورة أو الفيديو أيضا اللغة كيف عملنا بالضبط بصح نجي ونضرب وطلق عن نقاط تانا كما قاعدين نشوفوا بالنقاط بقاولي 49,175 يعني كل ما ندخل البروداكت ونشار شي ينقص لي 10 نقاط إذا هذا فقط فيما يخص حلقة اليوم إن شاء الله يا ربي ما كونش طولت عليكم وإن شاء الله تكون هذه الحلقة مفيدة كوم هذه المنصة راهي كنصح على الأنترنت ويخدموا بها ناس كبيرة سواء في التسويق ولا في التجارة الإلكترونية لمن أعجبته هذه الحلقة ما تنساش تدرينينا لايك وسبسكرايب إذا كانت هذه أولا مرة تشوفها ألجيريا واب وفالله خوش حنقولكم شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله